وقال الله أن يشفي المصابين هذا وقد تقدم قدسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة الماركوسية بخالص العزاء في ضحايا انفجار بيروت وقال قدسته بالأصلة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والموسال أشقائنا في لبنان حكومة وشعبا في ضحايا حدث الانفجار المؤسف الذي وقع بالعاصمة بيروت وأضاف قدسة البابا نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي رواها هذا الحدث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء